ماذا؟ ماذا؟ بطيتي المهم خمسة بوصفة سوف نحتاج خمس مكونات لتسويكم من عندها بوصفة اللي هي شكر شاي حليب مبخر هيل قرفة وبس بالبداية سوف نأخذ قليل هيل سوف نأخذ القرفة القرفة مالتنا سوف نقصها بالنص الهيل مالتنا سوف ندوسها إما بيدنا سوف نظر منها عند الحبوب إذا قوي سوف نأخذ العلبة سوف ندوسها بحيث حبوب مالتنا تخرج سوف نأخذ البهارات مالتنا نشيلها بطاوة صغيرة ونشيلها على الطباخ على حرارة وسط هلاوهي أنا بالانعكاس نريد نحمصهم كل جدين حتى تطلع أنك همالتهم أكثر والريح العطرية هذه تطلع وصول لنا تخبل بعد أكثر بس تتحرقوهم شوية بس حمصوهم سوف نجيب القورة مالتنا سوف نخلي بي البهارات اللي حمصناهم قبل شوية هيل وقرفة ونخلي فوقاهم شوية مي لا بعد مي سوف نشيلهم وخليهم على الطباخ سوف نخليهم تقريبا ثلاث دقائق إلى خمس دقائق لا نريد أن نجيب الشاي سوف نسأل لدينا نكهة كل مركزة أنا لا أريدها نريد فقط نكهة الهيل والقرفة تكونون مركزة حتى يطلع لدينا شاي كارك مرتب بعدها سوف نشيل القورة مالتنا سوف نفتحها سوف نجيب الشاي ونخلي من عنده خاشو كثين أكبر وكيد سوف نخلي فوقاهم شوية شكر ونضيف حليب مبخر لا محلة مبخر لا بأي شكر ايوه يخبغ طبعا مبخر نطينا ثخن يخبغ نشيل القورة مالتنا نخليه على النار ونخليه يغلي اذا غلي هيتش ونفرأتكم طريقة صغيرة حتى لا يفور ويبقى يغلي نشيله ونخليه على صفحة الطباخ حتى من جهة واحدة يغلي والجهة الثانية يصبح لدينا فتشي مرتب وما يفور اخر شي سوف نجيب كوب التقديم خليه بالنص نحن نخلي مصي ومالتنا ونبدأ نصب شاي كارك بالكوب مالتنا وعلى اللون الخبل واخيرا صار وقت نجرب شاي الكاركلي كل السحل ان شاء الله سترك الثاني حار نارها مو كلش حار بحيث نخبض بس ينرادي شوية بعد شكر نعم نفهم دايات وحجم وحركات نقط قليل اخوطة بشنو اخوطة اخوطة بشنو اخوطة هاي احسن شي ما بيحراجين بلي اعزبوغيره تعالي هل ستجعل ايه تساوي اقربتها اتخطيها بس حسه تماما يضرب بالدماغ في هذا الشيخ من الناس والنصف يالت لديك جاء كرك يبدو جاهز جربو دعولي فيما لاحن شكرا 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 اشتركوا في القناة